وانا اتصور ان الموضوع اللي هتكلم فيه ده لازم الجميع يحسم في الحيرة شخص اللي عايز يتوب من الغيبة ومش عارف اما من حبه للغيبة والكلام على الناس في ظهرهم ده شيء ممتع جدا وبيعمل انتماء زي ما كلمت حضراتكم عن الدراسات والاحصائيات واما ان هما الاعداد والمجالس بيخلص فيها الكلام المحترم بس احنا لسه عادي مش عادي نروح فبنملاها بالكلام على الناس واما بالشغف والفضول الرهيب والشهوة دي اللي لازم الانسان يحجمها لكن ميزان السيئات بيت قال قوي والامان بيقل من المجموعات والشلل والعائلات لان من نمى اليك هنمى عليك واول حاجة بتحصل في قلوب الناس لما حد بيغتاب حد ان هما مش بيتطمنوله هو اكيد هيتكلم عني زي ما اتكلم عن فلان اللي كان لسه قاعد معا على الصفرة ولا في الشغل بيحصل حالة من فقداني الامانة شكرا هي من الكبائر فالأول ما بيقولوا اللي عايز يتوب مبدئيا هقولك حاجة على المستقبل بس في حاجة عشان ما تحترش اعمل ايه عشان اتوب اه الغيبة حق للعباد بس حق العباد ده لا يؤدى للعباد في الغيبة بالذات يعني ما تروحش تقول لي واحد على فكرة ان اغتابتك لو سمحت يبقى سامحني ده يوغر صدر والناس ما تستحملش الموضوع ده والمقالات يعني العواقل في الموضوع ده هتبقى اصعب من الغيبة كمان فقالوا طب نعمل ايه حق العباد لازم استسمحوا قالك في دي بالذات هنمشي على القاعدة الفقهية اللي بتقول من قتلف شيئا فعليه اصلاحه هنروح قدام الناس اللي شتمنا في صاحبنا او انتقصنا من حقه قدامهم ونشكر فيه والله الرجل ده طلع محترم والله هنا ظلمت مش عارف فلانا لما قلت عليها فابدأ اصلح ما اكلفته ده الحل الوحيد في حق العباد ثم اتوب الى الله لان برضو حق ربنا العباد دول ملك ربنا وده حق ربنا طب تعمل ايه عشان ما تحترش بقى وما ترجعش للغيبة اللي بيبطى الغيبة ونهش في اعراض الناس اقسم بالله حياته بتتحول حياته تحول على مستوى اصلاحه لنفسه وعلى مستوى علاقته بربنا وثق الميزان حسناته لان كان ميزان سيئاته تقيل جدا هقول لك على حاجة حسن البصري قال كلمة حلوة قوي قال وطبعا حسن البصري ده تربيت بيت النبي فلازم تبقى عارف كويس ان كلامه دهب قال ادركت اقواما لم تكن لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوبا والكلمة دي غالية قوي يعني لم تكن لهم عيوب ادركتوا اقواما شايفين نفسه بيعرف يتكلم انجليزي ميقولش السري وسانكيو فبيتريق عن ناس اللي بتتكلم بالطريقة دي لانه اللانجوج تحته عالية جدا ما عندوش عيوب بيعرف يعبر عن نفسه في الاجتماعات ويرتب كلامه فاللي بيتاهته ومتلعثم بيتريق عليه طبعا لانه ميعرفش تتكلم ولا يعبر عن نفسه ما كانش عنده عيوب كان بيلبس شيكو معه فلوس والتاني هو بيقول عليه بيئة ومعرفش يلبس فمش شايف انه عنده عيب فتكلموا في عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوبا اقسم بالله شفتها بعيني في ناس احوالهم بتتغير من كتر طريقتهم على الناس وادركتوا اقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فشف الله عيوبهم قادر الشافي القدير سبحانه وتعالى مش بس كده تعايز ربنا ينصرك نصرتك لربنا عن طريق نصرتك للناس ونصرتك للناس انك انت ما تغتبهمش او تدافع عنهم في الاعداد يا من تبحث عن دعم الله ومدد الله قال صلى الله عليه وسلم وكأنه بيشجع الحيارة اللي مترددين في التوبة من الغيبة اسمع قال ما من امرئ يخذل امرأ يخذله يعني يبيعه يسيبه كده الناس تتكلم عليه قدامه هو ساكت او يشترك معه ما من امرئ يخذل امرأ في موضع ينتقص فيه من حقه او ينتهك فيه من عرضه الا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر امرأ في موضع ينتقص فيه من حقه وينتهك فيه من عرضه الا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته أنت محتاج أن ربنا يمدك ويوقف لك أولاد الحلال ما تترددش وما تحترش خد القرار معايا النهاردة وانت بتسمعني وانت كمان خدي القرار وهنبطل من النهاردة غيبة وقلت لك من شوية تعمل إيه لو حد تتكلم قدامك كنت بقرأ في منظمة الصحة العقلية الأمريكية عاملين إحصائية بيقولوا أن ستة من كل عشرة سمعتهم وحشة مش بسبب أفعلهم إنما بسبب السمعة اللي طلعها عليهم ناس بيغتبوهم وقمت افتكرت حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رح في المعراج قال ورأيت قوما لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم قلت من هؤلاء يا جبريل قال أولئك أقوام كانوا يقعون في أعراض الناس زي ما شوهوا صورة الناس في الدنيا ستين في المائة من الناس اللي سمعتها وحشة بسبب الغيبة يتشوهوا هم صورتهم يوم القيامة عند ربنا ولا ياذوا بالله وإحنا ما نستحملش الكلام ده لا في الدنيا ولا في الأخرة ويكفي تشجيعا إن الواحد يبطل وما يحترش بقى ما يترددش خلاص ما كادش قاعدة لزيزة تحسسني بالانتماء واتحكنا شوية وروح عند ربنا مش عارف أقوله إيه وعندي في ميزان سيئاتي كم من السيئات وحسناتها تتخذ مني مش موضع للحيرة ولا التردد سمي الله وتوب لربنا سبحانه وتعالى ويكفي حديث من رد عن عرض أخيه رد الله النار عنه يوم القيامة تمنى النهاردة أكون ربنا يعني يسار لي أننا أقدم خلاصة لكل حائر في مسألة الخوضة في الأعراض والغيبة والكلام عن الناس لأن الحقيقة بيوتة خربت وناس فقدت أرزقها ومشاكل كتير بسبب هذه الكبيرة اللي كل العلماء تقريبا بيسموها كبيرة من أكبر الكبار وإحنا ما نشغل ربنا سبحانه وتعالى اللي يحفظ لسنة ويخلي قلبنا حاكم على لسنة ويرزقنا الغنى بناس ما بتحبش هذه الكبيرة اللي مش كويسة الشنيعة دي ويرزقنا بصحبة تفكرنا لما احنا نقع في الغيبة